اشتركوا في القناة ونفيد القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين مؤخرا وخلال اللقاء أشهد جلالة الملك المفدى بالنتائج الإيجابية والمثمرة التي أسفرت عنها القمة الخليجية على صعيد تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات التي تلبي طموحات أبناء وشعوب دول مجلس التعاون وتطلعاتهم نحو المزيد من الترابط والتكامل انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشتركة التي تجمع الجميع معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بالجهود الخيرة لأخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والتي كان لها أبلغ الأثر في نجاح قمة الصخير بما يعود بالخير والمنفع على دولنا وشعوبنا الشقيقة مشيدا جلالته بالإنجازات الشاملة التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والعسكرية كما أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها الأمين العام ومساعدوه وجميع العاملين في الأمانات العامة لمجلس التعاون لدعم مسيرة المجلس المباركة وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين دوله الشقيقة لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات وعقب المقابلة صرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه استمع إلى توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى بشأن مسيرة العمل العربي الخليجي المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات تحقيقاً للأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة وأشهد الأمين العام لمجلس التعاون بالحرص الذي أبداه جلالة الملك المفدى واهتمامه البالغ لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقمة الصخير التي عقدت في ديسمبر الحالي